اشتركوا في القناة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة ملك البلاد المفدة مرسوم ملكي رغم 24 لسنة 2019 بتشكيل مجلس ادارة هيئة رعاية شؤون الخيل جاء فيه يشكل مجلس ادارة هيئة رعاية شؤون الخيل برئاسة الشيخ ادعيج بن سلمان بن مبارك الخليفة وعضوية كل من الشيخ محمد بن احمد بن سلطان الخليفة الشيخ سلمان بن راشد بن محمد الخليفة السيد فوزي عبدالله ناس السيد حيدة الرافع الزعبي السيد يوسف احمد العيسى الدكتور فرانسيسكو بيلومو وتكون مدة عضويتهم اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي الخليفة ملك البلاد المفدة مرسوم ملكي رقم 25 لسنة 2019 بتعين رئيس تنفيذي لهيئة رعاية شؤون الخيل جاء فيه انه يعين الدكتور خالد احمد محمد حسن رئيسا تنفيذيا لهيئة رعاية شؤون الخيل اشتركوا في القناة